مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال فعاليات الدورة 32 للقمة الأفريقية ورئيس السيسي يؤكد أن القارة تواجه تحديات التطرف والإرهاب ويطالب بضرورة تعزيز الدولة الوطنية خلال قمة ثلاثية في أدس أبابا قادة مصر والسودان وإثيوبيا يتفقون على تعزيز التعاون وعدم الإضرار بمصالح شعوب الدول الثلاثة رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات التنموية والقومية في محافظة السوان الثامنة مساء في القاهرة سادسة بتوقيت جرانيتشاب نوراما إخبارية شاملة تأتيكم من نيل أهلا بكم البداية بعد هذا الفصل اكد رئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي في دورته 32 في أدس أبابا أن مصر ستعمل على الإصلاح المؤسسي والهيكلي والمالي للاتحاد الأفريقية وشدد على أن القارة تواجه تحديات التطرف والإرهاب وطالب بضرورة تعزيز الدولة الوطنية وقد شهدت القمة تسلم مصر بقيادة الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد خلال العام الحالي في قمة تاريخية بالعاصمة الإثيوبية أدس أبابا تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته 32 من رئيس الدورة السابقة الرئيس الرواندي بولكي جامي في الجلسة الافتتاحية لرؤساء الدول والحكومات الافريقية وتضع مصر خلال رئاستها للاتحاد عدة أولويات على أجندتها تحدث عنها الرئيس السيسي خلال بيان مصر الذي ألقاه خلال الجلسة ومنها الاندماج والتكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأهداف التنموية لأجندة إفريقيا 2063 ومشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار واتفاقية التجارة الحرة القارية أؤكد أن مصر ستعمل جاهدة على مواصلة الطريق الذي بدأناه سويا للإصلاح المؤسسي والهيكلي والمال للاتحاد واستكمال ما تحقق من إنجازات ترسيخا لملكية الدول الأعضاء لمنظمتهم القارية وسعيا نحو تطوير أدوات وقدرات الاتحاد ومفوضيته لتلبية تطلعات وآمال الشعوب الإفريقية وأكد الرئيس السيسي أن مصر تضع على رأس أولوياتها خلال ترأسها للاتحاد الإفريقي مجال السلم والأمن حيث ستعمل على تعزيز الآليات الإفريقية لدعم جهود الاتحاد في استكمال منظومة السلم والأمن وتعزيز التعاون القاري لدحر الإرهاب وتأسيس وإطلاق مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في مصر خلال العام الحالي نتطلع لإطلاق أنشطة مركز الاتحاد الإفريقي لأعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات والذي تصديفه القاهرة في أقرب وقت ممكن ليكون بمثابة منصة تنسيق جامعة وعقل مفكر يعكف على عداد برامج مخصصة للدول الخارجة من النزاعات تراعي خصوصية الدولة وتحمي حقها في ملكية مصار إعادة الإعمار والتنمية الرئيس السيسي أعاد طرح الرؤية المصرية حيال مكافحة الإرهاب معلنا عن إطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يلتقي خلاله قادة السياسة وشركاء التنمية لمحث أفاق الربط بين السلام والتنمية يسعيدني الإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة خلال عام 2019 ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع بها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية في مدينة أسوان جوهرة النيل لنبحث معاً أفاق الربط بين السلام والتنمية بشكل مستدام بما يصنع فارقاً ملموساً في حياة الشعوب ويبث الأمل في نفوسهم كما قدم الرئيس رؤية شاملة للتعاطي مع قضية النازحين واللاجئين بالقرة الإفريقية داعياً إلى اعتماد برامج إعادة إعمار وتأهيل المجتمعات لعودة هؤلاء النازحين إلى ديارهم وخلق فرص عمل لهم أننا بسدد عرض لأمراض متعددة فانتشار النزاعات ووحشية الإرهاب وهمجية التطرف وتغير المناخ وقصوة الفقر وشح المياه وتفشي الجفاف كلها عوامل تتضافر وتتداخل لتدفع البشر لفرق ديارهم لا سيماً وأن أثار تلك الأزمات تنعكس على إفريقيا بالمقام الأول حيث تصل أعداد اللاجئين إلى نحو ثمانية ملايين لاجئ تسعين في المئة منهم لاجئين داخل القارة المرأة والشباب وقضايا الهجرة غير الشرعية والتغيرات المناخية وتعميق التعاون مع شركاء القارة من القطاع الخاص وشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل الدولي قضايا كانت حاضرة خلال كلمة الرئيس السيسي مؤكداً أنها تحديات تواجه تعزيز العمل الإفريقي المشترك ومقدماً الرؤية المصرية للتغلب عليها إليكن سيدات إفريقيا أقول إن أمام كنا الأفق مضيئاً إلى منتهى لا يوجد ما يمنعكم من تحقيق آمالكم وترسيخ خيادتكم عليكم مواصلة الجهد والعمل والتسلح بالعلم والإرادة وعلينا نحن أن نفتح جميع الأبواب أمام تحقيق آمال وأحلام المرأة الإفريقية وهكذا تتطلع شعوب القارة لرئيس مصر رئيس الاتحاد الإفريقي بينما يؤكد أن العمل الإفريقي المشترك لم يعد خياراً وإنما أمراً حتمياً لخلق عالم أفضل لشعوب تطمح إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بينما يتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام مقبل فإنه يتسلم معها ثقة وتقدير شعوب القارة السمراء لمصر الدور والمكانة والتاريخ لخيادة العمل الإفريقي المشترك في توقيت دقيق تمتزج فيه أمال وطمحات الشعوب نحو البناء والاستقرار والتنمية وتطورات سياسية واقتصادية غير مسبوقة وتهديدات وتحديات فرضها ضعف مؤسسات الدول في مناطق مفصلية من القارة من مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديسابيبة على رشوان أنين وننوه عناية حضراتكم مشاهدينا إلى أننا سنعيد كلمة الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي الثانية والثلاثين عقب هذه النشرة مباشرة ومازلنا مع ملف الاتحاد الأفريقي في أحقاب تسلو مصر رئاساته وعمر الهاتف ينضم إلينا سيادة السفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق سيادة السفير ما الدور المنوت بمصر في هذه المرحلة خاصة مع اتخاذ خطوات جادة تجاه القارة الأفريقية منذ فترة سيادة السفير هل ما زلت معنا يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيادة السفير دكتور صلاح حليمة نواصل مشاهدين عرض الأنباء أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت في كلماته خلال الجلس سلفت تحية للقمة الأفريقية على أهمية تعزيز العمل العربي الأفريقي المشترك بشكل متناسق وتكاملية من أجل معالجة الأزمات والتعامل مع التحديات المشتركة التي واجهها الجانبان خاصة فيما يخص معالجة أزمات اللجوء والنزوح والهجرة والتي تمثل الشعار الرئيسي للقمة هذا العام تنطلق هذه القمة تحت شعار يتناول في حقيقة الأمر تحدياً مشتركاً ومتعاظماً توجهه دولنا حيث شهدت منطقتان العربية والإفريقية نزاعات مسلحة متفاقمة وممتدة ولدت أزمات إنسانية واسعة النطاق ونتج عنها ازدياد غير مسبوق في تتفقات اللاجئين والنازحين والمهاجرين سواء داخل كل منطقة أو في اتجاه مناطق ريكوغرافية أخرى وعود مشاهدين لمتابعتنا الهاتفية مع سيادة السفير الدكتور صلاح حليم نائب رئيس المجلس المصري لشؤون الأفريقية ومشاعد وزير الخارجية الأسبق سيادة السفير كنا نتحدث عن الدور المنوط به مصر في هذه المرحلة الدور المصري أعتقد سيكون دور شامل كامل لكافة أوجه العلاقات الأفريقية الأفريقية العلاقات الأفريقية العربية العلاقات الأفريقية الأوروبية وغيرها من أخرى وهذا الدور سيكون شامل أيضاً لقطاعات عديدة تتعلق بالمجال الأمني والمجال الأمني بيشمل قضايا يبدو أننا فقدنا التواصل مرة أخرى بسيادة السفير الدكتور صلاح حليم على إتحال نشكره شكراً جزيلاً وهو نائب رئيس المجلس المصري شؤون الأفريقية دع رئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي في دورة 32 في أدس أبابا دعا الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء أن يدعموا فكرة المؤتمر الدولي والمشارك فيه لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط ندعو الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء بأن يدعموا فكرة المؤتمر الدولي ويشاركوا فيه لرعاية عملية السلام وكذلك في إرسال مراقبين للانتخابات العامة التي نعمل على تنظيمها قريباً في فلسطين وبمشاركة شعبنا في مدينة القدس أولاً عاصمة دولتنا الفلسطينية ثم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أكد رجل الأعمال الأمريكي وصاحب شركة مايكروسوفت بيل جيتس أن العنصر الرئيسي في تنمية القارة الأفريقية هو الخبرة الإنسانية وأشار إلى أنه تم استثمار خلال العشرين عاماً الماضية في قطاع الصحة أكثر من خمسة عشر مليار دولار لمحاربة الأمراض والفقرة معتبراً أن هذا الرقم ليس كثيراً للاستثمار في قطاع الصحة بالقارة الصمراء وهو يتطلب أكثر من ذلك هذه استثمارات تعتبر ضرورية ولازمة اللقاحات أيضاً جزء من شغالاتنا بطبيعة الحال نعمل أيضاً في ميدان الزراعة والتعليم وهنا نوعية العمل مهمة جداً بشكل خاص ينبغي أن يكون برامج أن نسمح للفلاحين أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أهمية العمل على ضمان اتباع رؤية متوازنة وتعاونية لملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح وأهداف كل دولة من الدول الثلاثة دون التأثير على حقوق الدول الأخرى جاء تأكيد الرئيس خلال قمة ثلاثية عقدت اليوم في أديس أبابا مع رئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإتيوبي أبي أحمد وأشار السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة إلا أن قادة الدول الثلاثة أكدوا خلال القمة الحاجة لمشاركتهم لرؤية واحدة إذا مسألة استد تقوم على أساس اتفاق أعلان المبادئ الموقع في الخرطومة وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاثة في إطار المنفع المشتركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء المشاركون في الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا اليوم في مراسم إزاحة استطار عن تمثال الإمبراطور الإيتيوبي راحل هيلة سيلازفي المقام بمقر الاتحاد الأول مرة تقديرا لجهوده في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية ودعم التعاون والعلاقات بين دول القارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في استقباله بالمطار رئيس مجلس النواب القبرصية ويشارك رئيس المجلس في لارناكا في اجتماع قمة رؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان المقرر عقده غدا لاتنين قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بجولة في محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019 لتفقد عدد من المشروعات القومية والخدمية بالمحافظة استهلمت بولي جولته بزيارة مدرسة اللغات الرسمية المتميزة بمنطقة سحارة تابعة لإدارة أسوان تعليمية وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية تزامنا مع بدء أعمال الفصل الدراسي الثاني كما تفقد تجهيزات الخاصة بتطبيق تجربة التابلت لطلاب الصف الأول التانوية وشاهد إجراءات تسليم أول 18 تابلت لطلاب كما قام رئيس الوزراء بزيارة مدرسة شهيد مجد كامل الدسوق الإعدادية هذا قد تفقد رئيس مجلس الوزراء الحرمة الجماعية الجديد لجامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة حيث مكلف بإنشاء مستشفى جامعي بها وأوضح مدبولي أن جهاز مدينة أسوان الجديدة ينفذ حاليا مستشفى بها 158 سريرا وسيتم الانجهاء منه قريبا وتسليمه للجامعة لإدارته وتشغيله كما كلف رئيس جهاز أسوان الجديدة بسرعة توفير أوتوبيسات للنقل الجماعي بالمدينة إضافة للموجود حاليا كما زر رئيس مجلس الوزراء مقار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان فرع جنوب الوادي إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الأكاديمية خلال جولة بها شملت عددا من الفصول والمعامل وتعرف على ما تضمه الأكاديمية من أحدث معامل تكنولوجية والفرص المتاحة لتنمية المهارات الشخصية من خلال الأنشطة الاجتماعية والتقافية والرياضية في السياق ذاته تفقد الدكتور مصطفى مدبولي محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمنطقة كيمة في أسوان بمراحلها الثلاثة للاطمئنان على كفاءة تشغيلها بعد الانتهاء من التنفيذ وأكد أن هذا المشروع حل مشكلة قديمة لأهالي المحافظة واليوم تخرج المياه من المحطة معالجة ثلاثيا وفقا للمستويات العالمية ولا تسبب أي أضرار وكلف رئيس الوزراء بالبدء في تطوير المنطقة المحيطة بالمحطة ورصف الطرق المؤدية إليها كذلك سرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع للمحطة بمراحلها الثلاثة في الإطار ذاته قام رئيس الوزراء بتفقد محور كلابش العلوي على النيل خارج مدينة أسوان يربط هذا المحور الطريق الصحراوي الغربي بطريق الزراعي الشرقية بما يغدم أبناء محافظة أسوان ويسهم في تسير حركة النقلة وعشر مصطفى مدبولي لأن هذا المشروع من أهم المحاور التي تنفذ على النيل لربط الشرقي بالغرب ما يساعد في تنمية المحافظة وقد حرص رئيس مجلس الوزراء خلال عودتهم من تفقد محور كلابش العلوي على النيل على الاطمئنان على ركاب سيارة تعرضت لحادث على الطريق وكلف مدبولي باستدعاء المرور للمساعدة في أثار هذا الحادث ولا نزال في أسوان حيث تفقد رئيس مجلس الوزراء يرافقه وزيرات تنمية المحلية والشباب ورياضة ومحافظ أسوان الواجهات الجديدة لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسوان الجديدة كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقه مبنى المصالح الحكومية بالمدينة والمشروعات المخططة بمنطقة الشريط النهري السيحي بمدينة أسوان الجديدة زار الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية عددا من المرضى والمصابين الذين يخضعون للعلاق حاليا بالمجامع الطبي للكوات المسلحة بكبر القبة للأثمانان على حالتهم الصحية وأعرب القائد العام عن تمنياته بالشفاء العاجل لهم مؤمر بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية ورعاية الطبية الفائقة والسجل الدعم لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية وتقديم أفضل رعاية صحية لهم اختتمت فعاليات التدريبات المصرية الكويتية المشتركة الصباح واحد اليارموك أربعة والتي استمرت لعدة أيام بدولة الكويت بنطاق قاعدتي محمد الأحمد البحرية وأحمد الجابر الجوية بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة لكل من مصر والفيد اختتمت فعاليات التدريبات المصرية الكويتين بمشاركة الكويتية المشتركة صباح واحد واليارموك أربعة والتي استمرت لعدة أيام بدولة الكويت الشقيقة بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة وقد شهد الفريق ركن محمد خالد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي إحدى المراحل الختمية للتدريب التي تضمنت تنفيذ عملية مشتركة لاقتحام جزيرة ذات أهمية استراتيجية بدأت المرحلة بقيام الوحدات البحرية بالتمركز لتأمين أعمال قتل القوات الخاصة المنافذة للمهام أعقبه قيام طائرة عمودية بتنفيذ عملية إسقاط حر لمجموعة من الضفادع البشرية الهجومية للقيام بنسف وتدمير إحدى سفن العناصر الإرهابية مع دفع مجموعات الاستطلاع لتطهير ساحل الجزيرة وفتح الثغرات للتمهيد لعملية الإبرار البحري مع قيام جماعات القوات الخاصة بالإغارة على ساحل الجزيرة مع القيام بأعمال الإنزال السريع بالحبال من الطائرات لتأمين أجناب القوات المنافذة ودفع قوات الإبرار الرئيسية المحملة على وسائل الإبرار لاستعادة السيطرة الكاملة على الجزيرة وفي نهاية المرحلة أشاد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي بكافة القوات المنافذة ومستوى التنسيق والتعاون مؤكدا على أهمية التدريب في نقل وتبادل الخبرات وتنمية القدرات القتالية والعمليتية معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكل البلدين كما نفذت القوات الخاصة من الصعيقة والمظلات للجانبين عملية ناجحة للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية وقامت القوات المشاركة بحصار وتطوق المباني الحيوية وعزل العناصر الإرهابية وتنفيذ عملية اقتحام رأسي لعناصر الصعيقة لقطع وعزل الإمدادات الخارجية ودفع مجموعات الاقتحام الرئيسية لتطهير المنطقة والسيطرة عليها والقبض على العناصر الإرهابية المتمركزة بداخلها ونقل لواء أركان حرب ناصر عاصي رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المنفذة مشيرا إلى أهمية التدريب في دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة هذا وقد اختتمت عناصر القوات الجوية في فعاليات التدريب الجوي المشترك اليرموك أربعة بتحليل التدريب والاستفادة من النتائج والبيانات للبناء عليها وتطوير التدريب في مراحله القادمة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبي حضر المراحل الختامية عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والكويتية قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبدالغفار إن مصر تتعاون بشكل مميز ومتمر مع الاتحاد الأربي خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمية وذلك للاستفادة من الخبرات الكبيرة ونقلها إلى الجامعات ومعامل البحوث المصرية وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع سفير الاتحاد الأربي بالقاهرة إيفان سوركوشا لافت عبدالغفار إلى أن مصر تعد من أعلى الدول في جنوب البحر المتوسط التي شاركت في مشروعات بناء القدرات المقدمة من برنامج الاتحاد الأربي خلال السنوات الثلاثة الماضية من جاهته؟ قال سوركوش إن الاتحاد الأربي يضع أولوية كبيرة في مجال تطوير التعليم الأساسي والتكنولوجي والتعليم الجامعية موضحا أهمية تعاون مع مصر خاصة في مجال التعليم العالي وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وقرارها لتخصيص عام 2019 عاما للتعليم ده مش بس التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعليم والبحث العام لكن أيضا أغلبية الدول الأوروبية في زي ألمانيا عندنا تعاون معها في مجال المنح الدراسية من خلال المؤسسات اللي زي الضائد دي فرنسا لسه كنا بنتعاون في مجال إعادة تأسيس الجامعة المصرية الفرنسية إيطاليا بنتعاون بشكل كبير جدا في منح للدراسة للبحثين المصريين في عدد من الجامعات الإيطالية قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن منتدى مستقبل الاتصال الحكومي بدبي بدولة الإمارات الذي يحضره قادة الإعلام العربي هو فرصة لتبادل رؤى والأفكار حول ما تشهده الصحة الإقليمية والدولية من تطور هائل في تكنولوجيا للاتصال كانت أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات قد انتلقت في دبي وهو التجمع الحكومي الأكبر عالميا بحضور أكثر من أربعة ألاف شخصية من مائة وأربعين دولة بينهم رؤساء دول وحكومات وتناقش القمة على مدار ثلاثة أيام أليات استراتيجية جديدة للعمل الحكومي وتوحيد الجهود لتصدي للتحديات التنموية التي تواجهها المجتمعات الإنسانية في ضوء اهتمام الدولة بصحة المواطن يطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من المبادرات لمساعدة غير القادرين ومن بينها مبادرة تهدف إلى علاج أمراض العيون الموجهة للمرضى في المحافظات الأكثر احتياجا في إطار اهتمام الدولة المصرية بقطع الصحة والمواطن المصري البسيطة تنطلق المبادرات الموجهة لعلاج الأمراض المختلفة التي يعاني منها الشعب المصري وما بين مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة نور عينينا تأتي مبادرة عينيك فانينا لو إلا في الفترة دي تدعم الحقيقة المواطنة على مستوى الصحة بشكل عالي جدا يعني لسه حملة 100 مليون صحة ما زالت مستمرة فأكتر من محافظة ونتيجها مبهرة وحالجت عدد كبير كمان الحملة هنا برعاية سيادة الرئيس لمساعدة الغير قادرين على العلاج من الأمراض التي تخص العيون حاجة إحنا نعملها نساعد بها الناس أكيد طبعا كلنا بنكون متواجدين فيها وكلنا بنكون سعداء بها فمبسوط جدا وده ضغينا إحنا علينا ضغي مجتمعي بنحب إن إحنا نكون متواجدين فيه وأعتقد إن إحنا سعداء بده ونتمنى إن كل الناس تساهم مع أي مؤسسة فعلا هي بتسعى إنها تعمل حاجة للمواطنة المصر تستهدف مبادرة عينيك فانينا علاج أمراض العيون ومسببات العمى كما تستهدف علاج المرضى في المحافظات الأكثر احتياجا والقرى الأكثر فقرا أنا صغيرة ما كنتش بشوف بعيني خالص ولفيت كثير ورحت لدكاترة كثير بس ما كانش فيه أمل فقط الأمل يعني من ناحية الحالة برضو المادية والتكاليف لحد ما كبرت يعني أنا ممكن يكون الاستغرابي إن أنا عملت العملية وأنا كبيرة المجتمع الودني دوره وإمكانياته أن أطلق الدوق وتقدر تحاول تعمل جزء مكمل لدور الدول مبادرة عينيك فانينا نظمة قوافل طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي اللازم على المواطنين في قراءهم وتقديم العلاج الدوائي المطلوب وعمل النظارات الطبية وإجراء الجراحات اللازمة بالمجانة وشملت حتى الآن محافظات الفيوم والبحيرة والمنوفية الانتقال من مخاوف الظلام والعتمة إلى شعاع النور والأمل مبادرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في إطار اهتمام الدولة المصرية بقطع الصحة والمواطن المصري البسيط ولكن هذه المرة لعلاج أمراض العيون ومواجهة مسببات العمى أمل صبري أني أفلقتام مشاهدين هذه عنوين الأخبار مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال فعاليات الدورة العادية الثانية والثلاثين للقمة الأفريقية ورئيس السيسي يؤكد أن القارة تواده تحديات التطرف والإرهاب ويطالب بضرورة تعزيز الدولة الوطنية خلال قمة تلاثية في أدس أبابا قادة مصر والسودان وإتيوفيا يتفقون على تعزيز التعاون وعدم الإضرار بمصالح شعوب الدول الثلاثة فأيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات التنموية والقومية في محافظة أسطنان دوما التفاصيل في موقعنا الألكتروني نايل دوت إي جي إلى اللقاء موسيقى